اهداب تلاوة القرآن الكريم الاهداف التعليمية ان يتعرف الطالب على اداب تلاوة القرآن الكريم ان يتعرف الطالب على الاوقات التي يفضل فيها قراءة القرآن الكريم ان يستشعر الطالب اهمية الاستعداد لقراءة كلام ربه العظيم فيزداد به ايمانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا ابناء الطيبين الصالحين كيف حالكم؟ اشتقت اليكم كثيرا احبائي درسنا اليوم عن اداب تلاوة كتاب الله تعالى القرآن الكريم فهل انتم مستعدون؟ رائع يا صغاري تعلمنا في درسنا السابق يا صغاري ان القرآن الكريم هو وحي نزل به جبريل عليه السلام من الله تعالى الى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا وهذا يعني ليعرف الناس ويعرف الناس الذي انزل من عند الله العظيم من عند الله العظيم لذلك لذلك فقراءة القرآن الكريم لها آداب منها اولا ان نتوضى ان نتوضع ان نتوضع كأننا سنصلي حتى نكون قد تطهرنا للمس كتاب الله تعالى فقد قال الله تعالى يا أحبابي في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لا يمسه إلا المطهرون صدق الله العظيم ثالثا ان نقرأ القرآن في مكان نظيف طاهر كالمسجد او غرف البيت ولا نقرأه أبدا في مكان غير طاهر كبيت الخلاء اي الحمامة مثلا او اماكن القمامة رائع يا صغاري بارك الله فيكم جميعا حيا على الصراء والآن يا أبنائي هيا نكمل سويا آداب قراءة القرآن الكريم رابعا ان نقرأ القرآن الكريم بصوت جميل هادئ غير مزعج حتى لا نشوش على من يقرأ حولنا او يصلي او يذاكر خامسا ان نبدأ تلاوتنا للقرآن الكريم بقولنا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لان الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم صدق الله العظيم سادسا ان نقول بسم الله الرحمن الرحيم بعد الاستعاذة من الشيطان الرجيم ثم نبدأ القراءة رائع رائع يا احباب المنصطين الصالحين انا احبكم كثيرا والان يا صغاري من منكم يستطيع ان يحدد لي افضل الاوقات لقراءة القرآن الكريم احسنتم يا طلاب الصالحين بارك الله فيكم جميعا افضل الاوقات لقراءة القرآن هو بعد صلاة الفجر لانه وقت بركة لقوله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لامتي في بكورها صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنى الحديث الشريف يا احبابي ان البركة والخير والزيادة تكون من اول النهار فقراءة القرآن في هذا الوقت بركة والعمل والمذاكرة في هذا الوقت ايضا بركة من الوقات المباركة التي يفضل قراءة القرآن فيها هو وقت الليل بسم الله الرحمن الرحيم إن ناشئة الليل هي أشد وطأا وأقوى مقيلا صدق الله العظيم ومعنى الآية الكريمة يا أحبابي أن العبادة لله تعالى ليلا لها أثر قوي لأن المسلم وقتها يكون قد انتهى من أعمال اليوم وابتعد عن الناس فيكون أكثر تركيزا في عبادته رائع يا صغار الصالحين والآن يا أحباب الصالحين من منكم يستطيع أن يخبرني هل قراءة القرآن الكريم تكون فجرا وليلا فقط؟ نعم يا صغار المهذبين بارك الله فيكم جميعا قراءة القرآن الكريم تكون في أي وقت يكون فيه المسلم مستعدا لقراءة كلام ربه والتعلم منه والتقرب إلى الله تعالى بقراءته رائع رائع يا أبناء الطيبين من منكم يستطيع أن يخبرني الآن؟ بما تعلمناه من درسنا اليوم أحسنتم يا طلاب الأذكياء المتفوقين تعلمنا أن القرآن الكريم هو كلام رب العالمين العظيم لذلك فالقرآن الكريم عظيم وله آداب هامة نقوم بها قبل تلاوته منها أن نقصد التقرب لله تعالى بقراءتنا للقرآن لا أن نقصد التقرب من غيره أن نتوضأ قبل لمس المصحف أن نقرأ القرآن الكريم في مكان نظيف أن نقرأ بصوت هادئ لا يزعج أحدا أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ثم البسملة أي قول بسم الله الرحمن الرحيم وتعلمنا أيضا يا أحبابي أن قراءة القرآن الكريم تكون في أي وقت طالما كنا مستعدين فيه لفهم كلام ربنا وقراءته غير مشغولين بأي شيء آخر إلى هنا يا صغاري يكون قد انتهى درسنا ألقاكم على خيرا في درس آخر إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر